في محاولة جديدة لإحياء مسار السلام كثف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتيني غريفث من تحركاته الدولية بغية الحصول على تأييد لمقترحاته الجديدة المتعلقة بالسلام آخر التحركات التي أجراها غريفث كانت في الكويت الذي استضاف جولة من مشاورات السلام اليمنية وهناك التقى رئيس الحكومة الكويتية خالد الصباح الذي أبدى استعداد بلاده لاستضافة جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف اليمنية ويرى مراقبون أن قطار السلام في اليمن أنطلق بصفة جدية بعد توقيع اتفاق الرياض خاصة بعد زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى مسقط والتي كان من أهم برامجها وفق مصادر متطابقة بحث سبل الوصول إلى اتفاق مع ميليشي الحوثي لإنهاء الحرب إلى ذلك أكد محمد عبد السلام رئيس وفد الميليشيا في المفاوضات في تغريدة له أنه عقد لقاء مع المبعوث الأممي غريفث ناقش معه خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية وبحث آفاق عقد جولة مشاورات سياسية شاملة يرجع مراقبون التسارع في التحركات السعودية بغية الوصول إلى حل مع الميليشيا إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت أرامك النفطية والتي يرجح أنها قد تدفع السعودية للتنازل عن أهداف عاصفة الحزم التي أعلنتها قبل خمس سنوات وفي مقدمتها عودة الشرعية